تصور شنو الحلول اللي تخترحها حتى اليوم القدرة الشرائية للمواطن محاسبة المسؤول في اي مكان بما في ذلك رئيس الجمهورية محاسبة المسؤول من قبل المنتخبين الذين يكونون بدورهم مسؤولين امام الناخبين والناخباء في القضية يعني حرية التعبير وحرية الاعلام لا مجال للتراجع فيها ولا مجال للتجريم يلا في حالة تسلب ولكن نرفض التجريم يعني العقوبات السلبة للحرية الاعلام لكن هذا لا يعني لا تراجع في الحريات الحريات حرية التعبير كما قلت هي وكيف تحصل أنت قدم قضية في حق صحفي او اي انسان عنده علاقة بقطاع الاعلام لو اصبحت رئيس الجمهورية لا اعتصر يعني كنت نجم تقدم قضايا اليوم حتى الاكاذيب والافتراءات ولكن انقى بنفسي عن مثل هذه القضايا يعني انقى